في هذا الفيديو سنتحدث عن Neurotransmitters related to Autonomic Nervous System و Specifically سنتحدث عن Acetylcholine والNoreadrenaline نبدأ بالAcetylcholine والAcetylcholine يظهر من كل Pre- and Post-Ganglionic Parasympathetic Neuronal Cells فكل Parasympathetic Neuronal Cells يظهر Acetylcholine ثاني الAcetylcholine يظهر من كل Pre-Ganglionic Sympathetic Neuronal Cells فباكده ممكن نقول إنه كل Pre-Ganglionic Neuronal Cells اللي عنده علاقة بالAutonomic Nervous System بتطلع Acetylcholine as Neurotransmitter ثاني الAcetylcholine يظهر من جزء من Sympathetic Post-Ganglionic Neuronal Cells وده اللي بتكون عاملة Supply للSweat Glands Arterials of the Skeletal Muscles and the Pylo Erector Muscle وده جزء من Sympathetic Post-Ganglionic Neuronal Cells لكن Most of them بتكون بيطلع نور أدرينالين ثاني برضه بنلقي إنه الAcetylcholine بيطلع في Neuromuscular Junction وده Somatic Nervous System هنتكلم عنه في فيديو براه الأكشن بتاع الAcetylcholine بيحصل له Termination بإنزايم اسمه Acetylcholine Esterase بيكسر الAcetylcholine بيحوله لAcetate and Choline وده بيكون موجود في Synaptic Lift وده السبب اللي بيخلي إنه الAcetylcholine ما بيحصل له Diffusion to the Blood The second Neurotransmitter هنتكلم عنه في الفيديو ده هو Noradrenaline also known as the Nor Epinephrine السنتسيز بتاعه بيكون في Noradrenergic Neuronal Cells بمعنى إنها السلزة اللي بيتطلع Noradrenaline as Neurotransmitter وبيبدأ بمادة التايروسين اللي بتتلاقي في الفود بتتحول لي دوبا ثم دوبامين ثم نور أدرينالين في الأدرينال مدالة اللي هي موجودة فوق الكيدنيز بيتحول النور أدرينالين إلى أدرينالين وبعددك بيحصل له Diffusion to the Blood النور أدرينالين بنلقاهه في Most of the Post-Ganglionic Neuronal Cells of the Sympathetic Nervous System وبنلقاهه بيطلع من الأدرينال مدالة لكن Most of it بيتحول لأدرينالين دوبامين نور أدرينالين أن أدرينالين الثلاثة بيتسموا كاتيكول أمين النور أدرينالين ما زي الأسيطايل كولين ما عنده إنزايم في السينابتك لفت تعمله هيدروليسيز والبريكداون بتاعه بيكون في البلازمة في 2 إنزايم بتعمل بريكداون للنور أدرينالين وهم المونو أمين أكسيديز MAO and the Catechol O methyl transferase COMT و الإنزايم دي لما نعملها بنزيد النسبة بتاعت النور أدرينالين في البلد أو في البلد والحاجة دي بيستعملوها للناس اللي عندهم دبريشن عشان نزيد النسبة بتاعت النور أدرينالين والدوبامين في البودي والحاجة دي بتعالج اللاك أوف انرجي اللي عند الباشنس اللي عندهم ديبريشن النور أدرينالين بيتكسر وآخر متابولايت له اسمه VENILYL MANDELIC ACID والVENILYL MANDELIC ACID ده بيحصل له EXECRATION في اليورين فلو لدينا HIGH CONCENTRATION OF VMA في اليورين دائما بيحصل للباشنس اللي عندهم فيه كروموسايتومة اللي هي تيومر في الأدرين المضلة والتيومر ده بيخلي الأدرين المضلة فتطلع أدرينالين كتير في البلود وفيديو جا يحيكون عن الريسپترز and blockers related to the Autonomic Nervous System شكرا للمشاهدة ونراكم في الفيديو